كلامنا مع صنع الله على صفق التوتال هو والسراج والتعيينات اللي يتم في شركات المؤسسة النفط اللي في الداخل وفي الخارج والشركات الجديدة اللي فتحوها والمكتب اللي فتحوه في بوستن والشركة الجديدة اللي دروها في لندن وحط فيها صديقة اللي من كندا والعقود العقود متاع البايب لاينز اللي يحرموا منها في الشركات المحلية العالم كله الفلسفة اللي قايم عليها القطاع النفط هو توطين صناعة النفط كل الدنيا إلا الفساد إن كنت تتقوي شركاتك المحلية وتعطيها حتى العقود اللي هي مش في قدرتها وتتشارك مع شريك أجنبي المحل الشريك علشان بعد 10-15 سنة تصبح عندنا شركات بحجم الشركات الأجنبية الحمد لله إحنا اليوم مناخ حرية لكن لا إحنا يكسروا الشركات المحلية تواه لا قامس فقط يتكلم على البايب لاين اللي بيعطيه للبيترو جيت طبعا نامس يغازل في المصريين إيه منعطيه للبيترو جيت تايي بترو جيت اللي بتعطيه تي عندنا شركات محلية يا راجل ديرها تيش إن هو البايب لاين هالبخت لحرف تيشني يا راجل مانيش عارف انتم منين جايين مانيش عارف والله عندنا شركات محلية أفضل من البترو جيت شنهي البترو جيت يا راجل صح لها خبرة وشركة كبيرة وشركة عملاقة اللي هي شركة مصرية شركة هندسية مصرية معروفة وزمان خدت ورأواني عندي معهم علاقة بالك يا صنع الله انت بالك تحسابي اليوم سمعت بيهم بترو جيت لما داروا البايب لاين متاع حقل الشرارة على ما اعتقد كنا ندربولهم وكنا نعرفوهم ونعرفوهم شالحكاية انتم كل شركات البترول المصرية لدي المتجيس يدعطيها عقد بالتشارك مع الشركة محلية البايب لاين يعني تعرف البترو جيت مش يكونوا في علمكم ما سمعوا يا ليبيين والناس تعرف توا والله العظيم يعطوا للأجنبي والأجنبي بعدين يتعاقد بالباطل مع بالباطل مع الشركات المحلية بدل ما يديروا العكس لا يعطوا للأجنبي وعليشان يسكنهم في الخمس نجوم وعليشان يمنجهم في انتركونتيننت الكايرو وعليشان زوجاتهم يمشوا وصغارهم يمشوا الشوبينج في ستار سيتي يعطوا لي بيتروجيت وغير بيتروجيت وبيتروجيت شن داروا المصريين أسمعوا يا ليبيين كل شي اليوم نحكي يجوا للناس اللي عندها الدال 8 والدال 9 والحفار هذا الاكسكيفيتر ويتعاقدوا معهم يعني الليبيين هم صحاب الأرض وهم صحاب الرزق وهم كل شي يخدموا بالباطن مع الشركة مصرية طبعا شن هو هم بيديروا الحفر عرفات بمواصفات معينة طبعا وبعدين بينزلوا الانبيب إذا كان هي طبعا فوق الأرض وتحت الأرض على حسب وبعدين على الحماية الكاتودية قصة المهم هذه كلها يديروا فيها يعني بمهندس بيشراف فقط من بيتروجيت بيتروجيت لا تملك دال 8 ولا تملك دال 9 ولا تملك اكسكيفيتر كلها بالإيجار من داخل الأرض الليبية ولا تملك اللحمين ياخدوا فيهم من شركات تصور يجي لي لوجيستيك كامباني يجي لي شركة محلية يقول لها وفرين لعشر اللحمين يوفروا لهم تخيلوا للدرجة هذه وبعدين يجوا لهذا الشنسمان اللي يرفع في الأنبيب ويحط فيهم يبدوا يتنقلوا به واحد ولا اثنين يجروا ولا يعطوا لي متعاقد محلي ايه لاش انتم ما تعطوش للشركات المحلية وخليها تقوي نفسها وخليها هي اللي تجيب الساب كونتركترز للمتعاقد بالباطن خليهم اللي يجيبوه ويكون أجنبه خلي يستفيدوا ويستفيدوا شباب بلادنا يا راجل يا راجل والله العظيم شي وهمس يقول فيها ويهدد ويغازل في المصريين أنا منعطيها البيتروجيت وليه ان الفرق تلتمية ثمانيش عارف حتى هي الشركة التانية هادي جنهية اللي يجيبين هوم اللي يجيبها يا راجل وطنية معاش فيه يا راجل مش وطنية حشم معا بالله معاش تكلموا لي على الوطنية على الحشم والله أنا أعرف أنا أعرف في الأصل مهندس كيميائي واستشاري في عندي مكتب استشاري في طرابلس هذا طبعا قبل فبراير وقطاع النفط يعني بفضل الله عز وجل يعني نعرفوه كويس على الأقل اللي مش ياسر شوي شنال الحكاية هاد بدينولنا وبتعود تعيدوا اختراع العجلة رزق الليبيين يقعد بين مسك يعني تقول واحد شين يقعد يطلع من فما تقعد وتتسك وعليه وتقعد وتتعارك وعليه رزق الليبيين بالطريقة الفجة وبالطريقة البيخة هادي شن اللي درتلي قطاع النفط يا مصطفى صنع الله تعال لي هنا تقول انت اليامس بتطلع لي روحك بطل اشتركوا في القناة